أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيعي السوداني أن حكومته ماضية في فتح أفاق التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بما يؤمن مصالح الشعب العراقي وجدد السوداني خلال استقباله منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكورك مبعوثا من الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على قدرة القوات الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار بحسب بيان للحكومة العراقية موسيقى